هننتقل من هذا الأمر وإن شاء الله يكون في المزيد والمزيد وهنتابع مع حضراتكم خلال الفترة القادمة كل خطوة بتتم وكل إنجاز جديد بيتم وكل يوم هنتابع المراحل اللي بتتم العمل عليها أو بيتم العمل عليها والانتهاء منها إن شاء الله تكون بنفس الجودة المرجوة والتي تم الاتفاق عليها وأكثر وفقاً للمخطط العام للفرع الجديد أو الفرع الرابع في التجمع الخمس هننتقل لأخبار كرة القدم وفرقنا الأول الشهر ده قلنا مهم جداً والارتبطات فيه مهمة جداً بالنسبة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وده كان وفقاً لتصريحات مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيز الآن للقاءات والبطولات الخاصة الموجودة في هذا الشهر بلغة الأهمية وفيها درجة عالية جداً مطلوبة من الفريق والجهاز الفني بقيادة ريني فييلر من التركيز والإيجادة في نفس الوقت ريني فييلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وضع برنامج بدني خاص لللاعبين قبل مباراة السوبر بالتنسيق مع توماس بينكل مخطط الأحمال في الفريق تضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة لللاعبين لتنفذها خلال التدريبات الخاصة بمعسكر الفريق في الإمارات بهدف تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن بدنياً وفنياً قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصري ويستعد الأهلي لمواجهة زي ما حضرتكم عارفين طبعاً المعادة التي تم الاتفاق عليه والاحتفالية الكبيرة في الإمارات إن شاء الله مخصص لها يوم 20 الخميس المقبل أو 20 من الشهر الجاري مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك وإن شاء الله يكون الفوز حليف فريقنا في هذه المباراة عندنا ثقة كبيرة بإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي وعندنا قدرات كبيرة بناثق فيها في الجهاز الفني وخبراته السابقة ونجاحاته حتى الآن في المشوار الأفريقي والعلامة الكاملة اللي بيحصل عليها مع كل مباراة وحريص النادي على الاستمرار في النجاح في هذا التحدي في الحصول على كل نقاط مباراة المسابقة المحلية أو الدوري العام المصر لكرة القدم وهو بيسير الحمد لله في هذه البطولة المحلية بامتياز حتى الآن وبيحقق أرقام قياسية المباراة مخصص لها ودائما بنقول لناها بطولة خاصة مباراة الأهلي والزمالك وخارج الحسابات وبعيدة جدا عن التوقعات دائما بتعد بطولة خاصة والبطولة أو الدربي الأكبر على مستوى العالم العربي وقارة أفريقيا والكرة المصرية بالتأكيد مباراة الأهلي والزمالك وعندنا ثقة كبيرة أننا إن شاء الله نكون قادرين على حسم اللقب كما فعلنا في افتتاحية هذا الموسم أيضا في مباراة السوبر أمام الزمالك وكانت أفضل تقديم لقدرات الجهاز الفني بخيادة فيلر وأفضل تعارف تم بينه بين جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية في الفوز الكبير على الزمالك في بداية هذا الموسم أيضا في مباراة السوبر الجهاز الطبي للأهلي يؤكد جاهزية مجدي أفشة طبعا مجدي أفشة من العناصر المهمة جدا اللي قدر يثبت أقدامه بسرعة ومن الصفقات المؤثرة جدا في صفوف الفريق واللي كانت فعلا قائمة على معايير فنية واختيارات فنية دقيقة لأنه ملى فراغ مهم جدا في منطقة البلايميكر أو مكان صنع الألعاب في الفريق وبقى له دور مهم جدا مع النخبة الموجودة من اللاعبين المتميزين مهاريا واللي عندهم قدرات خاصة في خط الهجوم المهاجمين سترايكرز أو لعبي الوسط المهاجم وقدر يتبادل هذا الدور مع بعض اللاعبين زي أجاية في عدد من المباريات بيقوم بالمهمة دي مجدي أفشة بيقدر يعمل دور مهم جدا مع المثلث الهجومي للفريق مع رأس الحربة مع لعبي الوسط المهاجم وقدر بجهد بدني وفني متميز والحقيقة حريص على أنه يطور مستوى من المباراة لأخرى وأنه يلتزم تعليمات الجهاز الفني وجهده البدني واضح والتزامه الخططي واضح وأصبح من اللاعبين المحببين إلى الجماهير وجودهم في الملعب خلال المباريات الفترة الماضية سواء محليا أو أفريقيا بنطمئن على نجمنا مجدي أفشة وأنه قادر إن شاء الله على المشاركة وفقا لرؤية الجهاز الفني في المباريات اللي جاية الجهاز الطبي قال أن اللاعب كان عنده شكوى من ألام بسيطة في الرجبة وفضل الجهاز الفني أنه ما يحملش على اللاعب أو ما يضغطش عليه ويدي له مساحة من الراحة وعدم المشاركة في مباراة المصري الأخيرة وللحمد لله أيضا استمرت عملية الحصول على النقاط الكاملة منها والعلامة الكاملة بفزنة الكبيرة على فريق المصري البورسعيدي في هذا اللقاء بينتظم مجدي أفشة بعد حصوله على الراحة وعدم الدفع به في لقاء الأهلي والمصري في الدوري العام وبينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد ويستعد الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري في الإمارات يوم الخميس المقبل من الشهر الجاري طاقم حكام نرويجي للسوبر وكرواتي للفار أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي بقيادة أدفر موين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الخميس المقبل بكأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويعاون أدفر موين المساعد الأول ماجنس لانبرج والمساعد الثاني كيم توماس وطاري هانسن حكا رابع ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الكرواتيان جوران كابريالو حكم رئيسي وميرو جورجيتش حكم مساعد